كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في قصر الشيخ حمد مساء أمس جلالة سلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر سلطانة وحاكمة ولاية وقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا الشقيقة الذي يزور البلاد تلبية لدعوة من جلالة الملك المفدى حيث عقد حضرة صاحب الجلالة اجتماعا مع جلالة سلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر ورحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم وزيارته للمملكة والتي تعكس تنامي علاقات التعاون الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين فيما أعرب جلالة سلطان إبراهيم عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك على دعوة جلالته الكريمة لزيارة المملكة وعلى ما لقيه من حفاوة استقبال وكرم الضيافة وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الجانبين استعراض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وقليم جوهور دار التعظيم وسبل تطويرها في المجالات كافة إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأعرب عاهل البلاد المفدى عن اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتقدم الذي واصلت له علاقات التعاون مع ماليزيا وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على كافة المستويات في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام كبير من قبل قيادتي البلدين كما أشهد جلالة الملك المفدى بالنهضة التنموية التي يشهدها اقليم جوهور دار التعظيم على كافة العصيدة وذلك بفضل اهتمامي وقيادة جلالة السلطان إبراهيم وانعكاس هذا التطور والنمو على الاقليم وعلى ماليزيا بشكل عام مؤكدا جلالة الملك تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز أفاق التعاون الثنائي المشترك مع اقليم جوهور دار التعظيم لكل ما فيه خير وتقدم الجانبين وشعبيهم الشقيقين كما أشهد جلالة الملك المفدى بالدور الريادي الذي تطلع به ماليزيا على المستوى الاسيوي والعالمي وما حققته من انجازات في المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية وأشهد جلالته بالنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها لماليزيا مؤخرا والتي كان لها دور كبير في عزيز أطر التعاون الثنائي ودفعها نحو أفاق أرحب بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين معربا عن تقديره لما لمسه من رغبة صادقة من القيادة الماليزية في توثيق العلاقات مع المملكة وعرب جلالة الملك المفدى عن تمنياته لجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر التوفيق والنجاح في هذه الزيارة المباركة بما يسهم في تعزيز مستوى العلاقات بين مملكة البحرين وأقليم جوهور دار التعظيم من جانبه ثمن جلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر جهود جلالة الملك المفدى في تطوير العلاقات البحرينية الماليزية وازدهارها متمنيا لهذه العلاقات كل التقدم والازدهار هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى معدبة عشاء تكريما لضيف البلاد الكريم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا